النشطاء الخامنة العملاء يبقى كانت الدولة عايزة تتكمن افواه يا جزيرة كانتكمنة افواه الناس دي كانت من ضمن الاسباب الموجودة اااا في 25 يناير لكن انت متعرفوش حاجة انت متعرفوش حتى الدموقراطية اللي هي انت عاملين تتغني بيها وليش موجودة اساسا عندكم طيب احنا الرئيس صدق على قانون تنظيم صحافة وانا هقرأ بس اربع فقرات واتممى يبقى عندكم تقانون صحافة في قطر او ترقيا في نفس المعاني في نفس المعاني انا بطالب الدولة المصرية بهذا القانون دمشرو وتوسيقه في السفرات الخارجية ويتحط في لوحة الالانات عشان كل مصري داخل يجدد جهاز سفر ولا داخل السفرة بتاعته ويقرأ القانون تنظيم الصحافة المصري اللي مش موجود حتى في الدولة الغربية القانون يقول ايه ينص القانون على ان الدولة تكفل حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر الوركي والمسموع والمرئي والاقتروني كان يحذر باي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية ويحزن مصدراتها اي وقفها اي غلقها مش اردغان اللي حبث التونيت الصحفي اللي قفى قنوات وصحف اللي اللي خد مص جيش ويسرحه استاذ خالد معانا استاذ خالد زعفران قيادي اخوان سابق مرحب بيك استاذ خالد اهلا وسهلا بيا حضرتك اهلا وسهلا استاذ خالد دايما الاخوان واخده اه نافذة الجزيرة والمكاملين والشرق وعملين يتغلب الدموقراطية في البلاد اللي همه اساسا مش شفيتش دموقراطية زي قبل